شادي الغزالي بيقول مبروك للصحفي محمود أبو زيت شوكان فوزه بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة وباقترح بيقول باقترح على السيسي انه ينسحب من اليونسكو كرد على الإهانة والمؤامرة الكبيرة دي انا بقول له يا ابني التزم الأدب اسمه فخامة الرئيس السيسي لو انت وانا متأكد ان انت لانك فاقد التربية وفاقد الأدب وفاقد كل القيم اللي احنا تربين عليها فبتكتب هزي الكلام السخيف الرضيء اللي بينم عن واحد مش متربي انت يا شادي يا ابني مش متربي فعلا مش متربي محتاج تتربى من جديد لكن اعتقد ان انت مش لقى حد يربيك وانت بتكتب كل همك انا عارف كل هدفك وبرضو انا متأكد زيك زي حازم عبد العظيم كل احلامكم ان يتم القبض عليكم وفي الاخر نعمل تويتا ونقول فيها انه الحرية لشادي والحرية لحازم عبد العظيم كل املكم ان انتوا يتم القبض عليكم لكن بقول لا ده حلم مش هتتنالوه لانه اكتب براحتك اقول براحتك اتكلم براحتك وانت كلامك وتغريداتك فقط احنا بنرد عليها وبنقول تاني واحد يقولك اصله انت حرطت على باهي الدين حسن يا عمي ده النهاردة في زعت منتو كارلو كلام في المقدمة المزيعة بتقول هناك من يتصيد من بعض كلمات الاعلاميين ما يتوافق مع هواه لتحقيق اهداف اخرى في الخارج ده والله النهاردة وانا جاي في ازاعة اجنبية في ضيوف اجانب انا بقول انه شادي الغزالي وده حمدين صباحي بيقولوا ايه احنا مع شوكان